يعني احنا لحد هذه اللحظة ما نعرف الدوري مالتنا دوري درجة اولى دوري ممتاز كثير المسميات انطرحت في وقتها عندما كان اكو مشروع طرح دور المحترفين على اساس انه يرحل الدوري الاخري هو الدوري الممتاز المشكلة الان مو بالمسمى لا دوري ممتاز ولا دوري الدرجة هو اقل من الدوري الحالي اللي موجود دوري نجوم العراق المشكلة اش وقت يبدي هذا الدوري يعني انت تعرف كل الاندي تدفع رواتب الان اللاعبين تعاقدت السيستم والنظام اللي خص تسجيل اللاعبين انتهى بفترة 15 تسعة الان الاندي اصبحت مقفلة ما عندها وقت انه وظيف لاعبين اخرين اليوم وما عندي افق للامام واضح انا مدعرفان الدوري شو وقت يبدي مالتي لذلك كان اليوم مكبل بما اتاحت للفرصة ل 15 تسعة بتسجيل اللاعبين وبالتالي اليوم قد يكون كنت مستعجل لان دوري الدرجة الولد ممثل الدوري الممتاز عارفية تحديد موعدة؟ لحد الان لا يعني شنو طريقة الدوري دوري عام دوري مجموعتين ايضا هذا مبهم الكلام اللي متداول سابقا انه منتصف شهر 11 احنا اليوم دخلنا شهر 11 وماكو اكو احداث تقول بعد الاجتماع الهيئة العامة اكو تقول بعد شهر 12 اجتماع الهيئة العامة 30-12 يعني اليوم اعتقد انه الدوري لا بشهر 11 راح يبدي ولا محتمل انه شهر 12 يبدي الدوري وراح يتأخر وتبقى هذه الاندية يعني مصوبة نظرها باتجاه الاتحاد في سبيل انه يعرفون شوقت مباراة الدوري والمشكلة الثانية اللي يجب ان نعرفها انه هل الدوري عام دوري مجموعات لان تعرف اليوم اذا قرأنا دوري الدرجة لعشرين فريق بالتأكيد يحتاج لكم متطلبات كثيرة مثلا ما تحتاج لها الدوري نجوم العراق ايضا متطلبات مالية ومتطلبات ممكن اليوم الدوري الممتاز ممكن اليوم دور المحترفين دوري نجوم العراق ممكن تتوفر لهم مبالغ ممكن درجة الاولى راح تختلف ظروفها عن ظروف الدور الممجزة زيان انت بتخصيص اربع مليارات لاندية المؤسسات هذا يشمل الاندية المؤسساتية الموجودة في دوري الدرجة الممتازة والاولى ما عرف شو من المسمى الجنة لا هو يعني القرار واضح سمى الاندية اللي راح تكون يعني تشمل بهذا القرار اندية المشاركة بدوري جوم العراق فقط كنا نتأمل بانه دوري الدرجة الممتازة ايضا يحظى بنفس الرعاية لانه اليوم اذا تجي للمتطلبات اللي يطلبوها من اندية الدرجة الممتازة هي مدقل عن المتطلبات نعم بدرجة اقل لكن هي نفس المتطلبات